بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هنتكلم على الفيوغاستي كويفيشنت from the virial equation of state احنا اخر حاجة وصلنا لك الفيوغاستي كويفيشنت بتاع species in a mixture وضحنا التجاب ازاي بدلاتي هنبدأ نعود في التكامل الاخير بواحدة من the equations of state اللي هي اول واحدة نتعمل دائما ال virial equation of state وخصوصا الواحدة اللي هي بناخد فيها بس second virial coefficient اللي هو ال b لان ده بتبقى ابسط واحدة طيب ال virial equation of state لما اخد بس بيه بتبقى زيب بتصيب واحد بلاس bp على عرتي بس ساعنا دلوقتي ال b دي بتاعت الميكشير كلها على بعضها مش بتاعت pure component لان انا عندي ميكشير طيب ال b دي عشان اجيبها من ال b بتاعت كل component بعمل حاجة بنسميها mixing roll قاعدة الخلط اللي هو اي انا عارف ال b بتاعت كل component اللي هو احد فانكشها في temperature بجيبها من ال experimental data بتاعته لما بيكون عندي ميكشير بعايز اجيب ال b بتاعت الميكشير بطبق mixing rule والميكسين رول دي لها الاصل في statistical mechanics جاية من ان انا اقدر حسب second variable coefficient بتاع كل موليكيول اجمعهم على بعض واجيب second variable coefficient بتاع الميكشير فالميكسين رول فالميكسين رول بيقول ان ال b بتاعت الميكشير بتساوي summation to i و summation to j y i y j في b i j هتشوف ازاي نطبقها على binary system عشان نفهم ازاي summation دي بتتعمل بس اللي انا عايز اقوله ان ال i و j دول اللي هم كل الموليكيول اللي عندنا يعني عندي 2 components يبقى i من 1-2 و j من 1-2 3 يبقى 1-3 وهكذا وان لما بيكون عندي b i i فدي اللي هي ال b بتاعت pure component i ولما يكون عندي b i j دي secondary coefficient اللي بتو مسيلي الانتراكشن مبين موليكيولز i و موليكيولز j طيب خلينا نطبق على two components بتتحرك من 1-2 في ال b هتساوي هعمل summation خلي i بواحد هتبقى y واحد وال j مرة واحد و مرة اثنين في y واحد b واحد واحد زائد y واحد في y اثنين b واحد اثنين كده نعملت summation على الجي لما كانت i بواحد وبعدين هخلي y اثنين y اثنين في y واحد b اثنين واحد زائد y اثنين في y اثنين b اثنين اثنين طيب في حاجات هادخل هتروح مع بعض او هادر اجمحهم مع بعض يعني فعالعدي y واحد سكويرد b واحد واحد زائد 2y واحد y اثنين b واحد اثنين زائد y اثنين سكويرد b اثنين اثنين فزاي ما قلنا b واحد واحد دي و b اثنين اثنين دول زائد عشان اجيب الفيكاستي كوفيشت ف هادرف ديف n هيبقى n z بتساوي n b p على rt انا دي بادرب ديف n عشان اعرف افاضلها بالنسبة n i واجيب partial molar z z i كانت بتساوي التفاضل n z بالنسبة n i constant t p و n j فهافاضل دي بالنسبة n i يعني هادساوي دي هتبقى واحد زائد p على rt دول ثوابت في تفاضل n b بالنسبة n i constant n j و t و p ال b function في n i طبعا من هنا ال b total function في mole fraction اللي هي بتساوي n على n total فهي دي z التكامل بقى اللي هو len phi hat الفيجستي coefficient في mixture فلن phi d بتساوي التكامل من 0 p z i portion مولر minus 1 d p d اخر مرة وصلنا للمعادة دي ودي اللي هي بتوصلي الفيجستي coefficient بالexperimental data قد رأك سيبها عن طول من الexperimental data أو من equation زائد z partial i minus 1 اللي هي دي عشان اعمل التكامل انا بقى بكامل بالنسبة ل pressure والtemperature ممكن تطلع بارة التكامل كل ده ممكن يطلع بارة التكامل يعني كل ده فونكشن في temperature فهتساوي واحد على rt في تكامل من 0 p partial n b partial n i في dp ودي مش فونكشن في pressure فإذا هتحامل تكامل من 0 p dp يعني هتساوي partial n b على partial n i في p على rt طيب والتفاضل ده طبعا بيتعملت constant t و constant n n 2 كويسي بقى انا كده جبت الفيو جاس دي coefficient نقصني بس ان انا اعمل التفاضل ده عشان اجيب p d التفاضل ده ما عملناه انا عايز افضل p وزي ما تقول p d function في n لانها function في d ممكن اعملها بشكل ثاني زي ما موجود في الكتاب ان انا اقول ان b دي بتساوي y1 في b1 1 زائد y2 في b2 2 زائد y1 y2 في delta 1 2 والدلتا 1 2 دي هي عبارة عن 2b1 2 minus b1 1 minus b2 2 انا اصر الهنة الهنة سهلة وموجودة في الكتاب مش هنناخد فيه وقت كبير يعني بس عايز بقى اخليها بالنسبة n عشان اقدر اعمل التفاضل ده التفاضل ده بالنسبة n مش بالنسبة y انا اعرف ان y بتساوي yi بتساوي ni على n بالمول فراكشن فهبدأ اعوض هنا وهدرب في n فهصل على nb بالساوي n1 b1 1 زائد n2 b2 2 زائد n1 على n في delta 1 2 دي خلاص يبقى انا بدأت اقدر افضل nb بالنسبة ni او بالنسبة n1 بالنسبة n1 بالنسبة n1 لما ثبت temperature و n2 طبعا pressure بي مش function في pressure خالص فسبت temperature و n2 ففضل بالنسبة n1 فهديني b1 1 وهنا دي هديني 1 على n minus n1 على n2 لان n1 function n1 و n function في n2 delta 1 2 يعني بتساوي b1 1 بعد شريط تعديلات plus y2 squared في delta 1 2 كمية فانا ممكن اخد بقى دي خاص بقى بسيطة اخدها احطها هنا على اني len phi 1 هتساوي p على RT في b1 1 plus y2 squared delta 1 2 معادلة بسيطة تلقافلي في الاخر اجيب فيها في gastric coefficient component 1 في binary ميكشور من second virial coefficient b1 1 وال delta 1 2 من b1 1 و b2 2 و b1 2 خد بالكم احنا لسه b1 2 دي ما شفناش هنعمل فيه ايه طيب بالنسبة ل multi component ميكشور دي ممكن تتعمم الحاجة زي كده وفي علاقة بتطلع في الاخر هي مش مزبوطة مش مهمة السابق بس هي زي ما عملنا كده ممكن نعملها multi component ميكشور فدي لما يكون عندي 1-2 بس بترجع 2 components بترجع للشكل ده لكن دي الحل العامة لو عندي multi component ميكشور ال delta i k دي يقولنا بتساوي 2 bi k minus bii minus b k و delta ii بتساوي 0 delta kk بتساوي 0 أي حاجة بتساوي بعض و delta i k بتساوي delta k i طيب خلينا نشوف مثال ازاي نجيب الفيوجستي كوفيشنت بتاع ميكشور بسيط عندي الميكشور من نيتوجين وميثان الميثان عندي 30 bar النيتوجين تلعو component 1 40% والميثان الباقي 60% والميثان والميثان ميتان كلب وعايزي كيبي الفيوجستي كوفيشنت بتاع النيتوجان والميثان وعندي experimental second variable coefficient بواحد وواحد بالسل minus 35.2 واللحدات بتاعتهم كلهم سنتيميتر كيوبد 1 طيب يبقى اول خطو هعملها ان انا هحسب دلتا 1 2 دي من 2 B 1 وانا عارف دول فقدر اجري وبعد كده هعوض في المعادلة بتاعت الميثان مرة للميثان ومرة للنيتوجين نبدأ بالنيتوجين الاول P على RT في B1 1 minus Y2 squared دلتا 1 2 دلتا 1 2 دلتا 1 2 دي جبتها Y2 squared Y2 اللي هتبقى 60% يعني 0.6 والB1 هم الدعلي فأقدر اجيب على طول اللين phi 1 ومنها أقدر اجيب الفيوجستي كوفيشنت نفسه وبالك ده اللوج فالفيوجستي كوفيشنت نفسه اللي هتبقى اللي هتبقى اللي هتبقى الفيوجستي كوفيشنت اللي هتبقى هتبقى